باستعمال مبارهنات لقيم الوسيطية بيين أن هذه الدلة الحدودية تتنعدم على الأقل مرة واحدة في المجال المغلق ناقص واحد واحد يعني يجب أن تبين أن بيلي إكس كتساوي زيرو عندها على الأقل حل واحد تخلع بحال هذه الأسئلة غير عول تلقاهم في الوطنية دايما ولكن كيف تتخدم هذه المبارهنات؟ وعلش هي نتيجة مباشرة للإتصال لكونتينوية تاديا الشدلة؟ نبدأ على بركة الله تعالى بسم الله أولاً باش تعرف شنو شنعيني والعمومة بالمبرهنات لا تيوا غيم دخل شوف هاد الحلقة هادي ركا غد نغم بيها مزيان ثانياً عندك واحد المألم بحال هكا وفي محور الأفاصيل يعني الأكس ديالي زيكس عندك جوج نقاط اللي نسميهم آ و ب ونفترض أن الصورة لماج ديال آ بشي دالة كينا تحت محور الأفاصيل يعني صغر من الزيرو والصورة ديال ب بنفس ديالة كينا فوق محور الأفاصيل يعني أكبر من السفر عندما تريد أن تربط بين هذه نقاط نقاط اللي بشي دالة بحيث أن هذه الدالة تكون متصلة في جميع النقاط ما بين آ أو ب ب بمعنى ما كانت تقطع شيقا في شي قند فطروري ما غدتتوز من فوق محور الأفاصيل وغدتتتتتتع معلها فيتياب بلاصمة بين آ أو ب وتقدر تتتتتتتتا معلها ماشي غير مرة واحدة ولكن كثير من مرة ولكن أهم حاجه هي أنك غادي تتتتتتتع مع محور الأفاصيل على الأقل مرة واحدة وركز معايا قلت لك بشرط ان ديك الدلة اللي تتربط ما بين او بي خصت تكون متصلة في كاع النقاط لما بين او بي لحقا شوف شنو غيوقع الى كان ديك الدلة غير متصلة ولو في نقطة واحدة فهاد المثال الانقطاع او عدم اتصال هاد الدلة خلها انها تنقص فوق محور الافاصيل الي زيكس بلا ما تتقاطع معاه وخا هي مامتصلاش غير في نقطة واحدة ذاك شي لاش الاتصال ديال الدلة ضروري بالنسبة لهات المبرهنة هاد باش نايل قاعدة اللي نخرج بها من هات شي كامل الى عندك واحد الدلة اف متصلة على شي مجال مغلق او بي وعندك افلي ا اصغر من الصفر و افلي بي اكبر من الصفر اذا كاين على الاقل عدد واحد اللي نقدر نسميه السي او اي حاج اخرى في المجال المفتوح او بي بحيث ان افلي السي تتساوي زيرو وهذي اللي تنسميوها مبرهنة القيم الواسطية هات الشي تبقى صحيحة بالنسبة ل افلي اكبر من الزيرو و افلي بي صغر من الزيرو ومين تنقولوا ان افلي السي كتساوي زيرو فحنا تنقصوا ان الدلة تتقاطع او لا تدوز فوق محور الافاصيل في النقطة السي نرجعوا للسؤال اللي ترحشو في اول فيديو استعمال مبرهنات القيم الوسيطية بيين انها الدلة الحدودية تتنعادم على الاقل مرة واحدة في المجال المغلق ناقص واحد واحد بمعنى ان او خسنين بيين ان البلي اكس كتساوي زيرو عندها على الاقل حل واحد اولا لاحظ ان الدلة يدل حدودية بالتالي فهي دلاتيادية وبالتالي فهي متصلة في كل مكان حتى في المجال ناقص واحد واحد عقلت على الفيديو السابق دل الدولاتيادية هاكي فشي سهل علينا الحياة شرط الاول دي الاتصال تم التحقق منها نشوفو الشرط الثاني واللي فيه خسنين حسب صور الحدود دي للمجال ناقص واحد واحد ونلقى الاشارة ديالهم مختلفة بالنسبة لبي ناقص واحد غتحسبها غتعطيك تساوي ناقص واحد يعني عدد اصغر من الصفر وبالنسبة لبي واحد غتحسبها غتعطيك تساوي واحد يعني عدد اكبر من الصفر وبما ان بي ديال ناقص واحد او بي ديال واحد عندهم اشارات مختلفة يعني واحد موجب والاخر ساليب وبي متصلة في المجال ناقص واحد واحد فباستعمال مبرهنات القيام الوسيطية يوجد على الأقل واحد عدد السي في المجال الانفتوح ناقص واحد واحد بحيث أن بيليسي كتساوي زارو يعني أن هذا العدد السي هو في أن تتقاطع الدلال حدودية بي مع محور الأفاصيل ما هي القيمة لديك السي؟ مبارنات القيام الوسيطية هي ما عندها جواب على هذا السؤال هي غير كتقولك أنه كاين على الأقل واحد الحل ما تتقولك شحال هي القيمة لديك الحل هذا شيء يبلك سهل تلد باياك أنا أعطيك واحد المثال الصعب كدير تبين أن هذه المعادلة x كتساوي x عندها حل ولا يهم شحال تساوي ذاك الحل المهم تبين أنه كين عندها شي حل وبعدها مني سنقوله أن x تساوي x عندها حل يعني أنك إذا أنت ورسمت المستقيم y كتساوي x ورسمت y كتساوي x على نفس المعلم ستلقى أنهم تتقاطعوا في أحد النقطة معينة لينقدروا نسميه هذه السي وتقطروا ما شنو ما بغيتي وهذه السي هي الحل للx كتساوي x ولكن الرسم الميبياني أو الغراف لا يعتبر برهاناً قاطعاً في الرياضيات وش كينة شي طريقة أحسن باش نبينه هذه الشي والطبع كينة وأول خطوة في هذا الحل الأحسن هو أنك ترجع كل شي الجهات اليسار يعني بلاصمة تحل x كتساوي x حاول تحل x ناقص كوس ل x كتساوي 0 وذا بغت تأخذ المباطرة وغتحط fx كتساوي هاد x ناقص كوس ل x وخسك تبين أنه يوجد واحد العدد c لحيث أن fc كتساوي 0 ترون تياك أجي نشوف هذا الشي اللي حطينا واش منطقي ولا لا إلى f ل x كتساوي 0 فهذا يعني أن c ناقص كوس ل x كتساوي 0 يعود في الدالة وبالتالي فإن c كتساوي كوس ل x وهذا يدل على أننا غدي في الطريق الصحيح يعني الحل ذلك x كتساوي كوس ل x سيكون هو c اللي هي الحل ذلك f ل x كتساوي 0 وإحنا يخصنا نثبته أن ذلك c كين وموجود كي غنديره بحل علمك الله ده بجد دور على مبرهنات القيم الوسيطية قصنا نلقى واحد جوج أعداد a و b بحيث أن f ل a و f ل b وهذا فيهم تكون أصغر من الصفر والأخرى تكون أكبر من الصفر من خلال هذا الرص الميبي يعني نقدر نأخذ أي جوج نقاط لعدد استجامة بيناتهم مثلا a كتساوي 0 و b كتساوي p على جوج وهذا مش قيم مطلقة تقدر تأخذ القيم اللي يتعجبينك ويسهلوا لك الدعوة مو ماجين تأكد منه f ل 0 كتساوي ناقص 1 يعني أصغر من الصفر و f ل b على جوج كتساوي p على جوج يعني أكبر من الصفر وهذا يعني أن القيم اللي اخذيت كانوا مناسبين وما كانوا مناسبين كتساوي نقص شوية ويحتلق القيم المناسبة ما عليناش ده الشرط الثاني دي المبارانة القيم الوسيطية تم التحقق منه ده الشرط الأول اللي هو الاتصال ديال f وبما أن f ل x كتساوي x ناقص كوس ل x واللي هو الفرق ديالجوج دول متصلين بقعال النقاط x وكوس ل x فإذا f متصلة بقعال بلايس كذلك وبالتالي تكون متصلة في المجال المغلق 0p على جوج وهذا الشرط الأول تم التحقق منه ودبا باستعمال مبارانات القيم الوسيطية نقدرون ستنجو أنه يوجد واحد العدد c اللي كان في المجال المفتوح 0p على جوج بحيث أن f ل c كتساوي 0 وهحنا بينا أن x كتساوي كوس ل x عندها حل مرة أخرى الحاجة الوحيدة اللي تتخليك مبارانات القيم الوسيطية ديو غيم ديبالوغ انتغ ميدياغ أنك تعرفها هي أنه كاين واحد الحل تين تامي للمجال المفتوح فاش نتخددان وصافي ما تتقول لك لذلك الحل فين بالضبط كاين ولا ش حل تساوي بالضبط يعني ما ترفعش الأمل ديارك بزاف هكذا بواحد لقال ما تقرر وش لك في اللي سي قد معايا هاد المثال f ل x كتساوي 3x زائد 1 على 7x وكاري ناقص 4 واش المعادلة f ل x كتساوي 0 عندها حل في المجال المغلق ناقص 6 ناقص 4 أجي نشوفه أولا f بالطبع متصيلة لحقاش هي الجمع والطرح ديال 3 ديال الدواء المتصيلة نرجع شوف الحلقة السابقة ديال الدواء الاعتية ديال ثانيا إذا حسبنا f ديال ناقص 6 و f ديال ناقص 4 غلقوا أن الأولى أكبر من الصفر والثانية أصغر من الصفر وهو مشروط بجوش تحققوه وبالتالي بتطبيق مبارهنات القيم الوسطية يوجد واحد العدد الصيدة من المجال المفتوح ناقص 6 ناقص 4 بحيث أن f ل x كتساوي 0 في ناو القلب هنا القلب هو إلي أخذتي هذه الدلة وطلعتها شوية الفوق يعني إلي أخذتي gx كتساوي f ل x زائد 4 يعني f ل x طلعناها بربعة الواحدة للفوق غلقى أنه يوجد واحد العدد صيدة ضمن المجال المفتوح ناقص 4 بحيث أن gx ل x كتساوي 0 ولكن كتساوي 4 يعني أن دك يوجد عدد ضمن واحد المجال المفتوح بحيث أن الدلة تتساوي 0 دك 0 يقدر يكون أي عدد آخر يعني أن ديك الدلة بلصمة تقاطع مع محوال أفاصيل تقدر تقاطع مع أي مستقيم أفوقي بحال هذه الحالة اللي عندي هنا في أنت تتقاطع مع المستقيم اللي تساوي 4 الصغير دك الجديل ناقص 6 والجديل ناقص 4 تكون حدا فيهم أكبر من 4 والأخرى أصغر من 4 وعود دك 4 بأي عدد وأي حالة عندك هاتشي لي كاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته